نجد ان الانجيل لا يشير الى النبي محمد بشيء بعد عن حرفه طمسا لمعالم النبي محمد قلت الصلاة والسلام الذي كانت رسالته الاسلام وكان القرآن هو المعجزة الذي قامت عليك رسالته والواقع ان الرسول الكريم قد تميز بانه كان لديه كل المؤهلات المطلوبة لقيادة الدعوة الموحى بها اليك من ربي جل وعلا وقد اصبح كذلك بالفعل في المدينة هذا الى جانب جراية الكافية بالتقاليد السائلة وقدم كنبيج انصرا جديدا للمجتمع القبلي ولغيره من المجتمعات ولم يكن بالغاء القانون التقليدي فقط ولكنه قدم ايضا قانونا الهي وهو القانون الاعلى والاعظم وخلق مجتمعا سياسيا اكبر وهو الامة او الدولة الاسلامية ومع انه لم يخلع على نفسه اي القاب لابراز شخصيته فان الملايين من اتباعه قد اعطوه القابا كثيرة وعالية كتكريم الله واسنع معركة مع اليهود مصيب الرسول عليه السلام في وجهه فجذبه ابو ابيد فلاحظا نزيف الدم للوجهه الكريم فبص ابو ابيد الدم وحين اذن قال الرسول ما معناه من نبس ادبيه لم تبسه النار في الاخرى ابدا وقد كانت هنالك محاولات للارتداد عن الدين وخاصة بعض محاولات التنصير ولكنها لم تنجح لان اسلام قد بني على عقيدة راسقة وايمان غير مزعزع ليكون الديانة الحقيقية الوحيدة ولذلك فان الارتداد عنها هو حماقة واضحة هذا ثم يقول في سرحة الثلاثين وخلاصة القوم ان الدين الاسلامية يعني الكثير في حياة المسلم اليومية اكثر مما يعني الدين المسيحي في حياة المسيحيين اليومية ويمكن لمسيحي الرب ان يتعلموا من مسلم الشرط فلن مسيحي ذو القلب الضعيف لقد ان يتعلم وهو يسير في الوضاعة والمذلة فينظر الاحترام المسلم الي نفسه حيث الروح والكرام والمساواة المطلقة للانسان تجاه الله ويجب علينا ان نشهد لهؤلاء الرجال بلا خوف ويجب علينا ان نشهد لهؤلاء الرجال بلا خوف او تردد انهم هم المؤمنون وقد كتب جوزيف بيت دارس اللغة العربية يقول هل كان المسيحيون على استعداد للاحتراف بالمسيح والاخلاص نحو بشدة على النحو الذي يخدص به اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لا وهل كانوا على استعداد للسير كما سار المسلمون في طريقة اسلام الحنيف ان الحقيقة كلما كانت اقوى كانت انسان اشد حكمة وايمان ولهذا فللمسلم جور سليم يعرك وهل كانوا على استعداد للسير كما سار المسلمون في طريقة اسلام الحنيف ان الحقيقة كلما كانت اقوى كان الانسان اشد حكمة وايمانا ولهذا فللمسلم جور سليم يعرك فاذا كان لكم قدر على تغيير الشيء الماضي كان عليه ان يغيره وان لم يكن لكم تأثير فليوكر وليس هذا بالدرجة الاصضل وفي هذا يشير الى الحنيف اذا رأى احدكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان المنت هذا وهناك احد المستشرقي الفرنسيين وهو لمغتين في القرن التاسع عشر الميلادي ولد في القرن الثامن عشر وعاش في القرن الثاسع عشر يقول لمغتين ان انسانا لم ينهض ابدا متطوعا او غير المتطوع به هذا الهدف الاسمع يعني ما قاب به الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم لان هذا الهدف كان في طاقة البشر لقد كان تحقيم تلك الحواجز من الاوهام والاحلام التي حالت بين الانسان وخالقه والأخذ بيد الانسان الى عتبة ربه وتحقيق اقيدة الدوحين النقية العقلية المحقولة الساطعة في ضباب هذه الوثبية السائلة والالهة الماندية وذلك الهدف الاسمع والعالم انه لم يحمل انسان مثل هذه المسؤولية الوحمة والمهمة العظيمة والمهمة العظيمة الجليلة التي تخرج عن طوق البشر بمس هذه الوسائل الحقيرة الضئيلة الى انقال والاروع من ذلك انه هز تلك الاسنام والالهة والانيان والتصورات والقائل والنفوس الانسانية هزة عنفة انه بدأ على اساس ذلك الكتاب الذي تعتبر كل كلمة منه مصدر الشريع او مية ربانية انفت بين افراد كل جيل وسلالة ونغة ان الميزة الخالدة لهذه الامة التي كونها لنا محمد صلى الله عليه وسلم انها شديدة المقد والتقزز من الالهة الباطنة شديدة الحب للناه الذي ينزه عن المادة وشوائبها وهذا هو الحب الذي يدفعه الى التعر والانتصاب لكل اهانة توجه الى الذات الالهية وهذا الحب الذي يعتبر اساس سائر الفضاء عند هذه الامة لقد كان اخضاء ثلث الالم لهذه العقيدة اليدينة مما اثرته من رينا لكن الاصح انه كان معجزة اقل لا معجزة فرق واحد لان الاعلان باقيدة التوحيد في زمن كانت تأذن فيه الدنيا تحت وطرة اصنام لا قصر لها كان معجزة مستقيل بداية وما لبث محمد صلى الله عليه وسلم ان اعلن هذه العقيدة امام هذا الملأ حتى اقفرت المعابد القديمة من عبادها فلا داعي فيها ولا مجيب وتكهرب ثلث الالم بحرارة ايمان هذه الاعترافات التي تصدر من الاقلاء ومن اهل الاقلاء فاذا هذا الافاك الذي يحاول ان يكترئ على مقام النبوة ويكترئ على القرآن الكريم لم يرحم نفسه ولم يشفق على نفسه من ظهوره بمظهر الهزء والسفرية عند الناس وان لا لصان نفسه عن ابتدالها بمثل هذه التلمات التي يقودها وهي لا تؤدي به الا الى ان يصبح محتقرا امام الكل لانها تدل على سخافته وتدل على انه لا يبالي بما يزري به من اجل تحقيقي الحق الكامل الذي امتلأ به صدره وهو تنافحا سخرة يوم الديوهنها فلم يضرها وارنق قرأ واوها قرنه الوعل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا عن الحق وان يديب لنا ديننا اللهم عز الاسلام والمسلمين واثن الشرك والمشركين واقطع دابر اعداء الدين واستعصد شافتهم وجعلنا من عبادك المخلصين ومن حزبك المفلحين ومن جندك الغالبين ومن اوليائك المتقين وجعلنا من وردة جنة النعيم واحفظ لنا كتابك الكريم وفقنا للعمل به وذبعا ونشره في بقاء الارض وفقنا لنشر دينك الذي اقتضيته لنا في مشارف الارض ومغاربها انك ربنا على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجبعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجبعين واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن قبل ان اترك هذا الكرسي او هذه المنصة هنا الان نبين ايدينا الان اخ عزيز من اخواننا الذين اهتموا بدراسة الديادات الاخرى ومواجهة اصحاب هذه الديادات بحجة الاسلام وبمعجزة القرآن وكثيرا من ما اطلع على ما لم نطلع عليه من عوار هذه الديانات وقد حاور كثيرا من القساوسة والمنصرين وهو الاخر احباد مخيمي فنرجو ان يتكلم بعض الكلمات هنا والله تعالى يمدنا واياه بالتوفيق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الجمعين ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولاه الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير لا يصدع الواحد طبعا ان يعقب على كلام الشيخ وما عرفه عن الديانات المقارنة او عن الديانات الاخرى يعتبره قليلا جدا جدا من كثير وقبل ان اتكلم عن اي موضوع او عن اي من النقاط اود ان تعذروني اذا ما اصابت لغتي شيء من الركاكة لان عادة ما تحدث باللغة الانجليزية واللغة العربية احيانا او عادة ما تكون ضحلة بالنسبة للنصارى طبعا لا يخفى عليكم ان لديهم مشاط شيري كبير جدا جدا في الدول العربية طبعا ودول خليجية لديهم مشاطهم طبعا في دولهم وعادة ما يحاولوا ان يتعرفوا على الطلبة المسلمين وان يتعرفون على الطلبة المسلمين ببادئ ما يبدأوا به ان يشككوهم في دينهم وبعد ان يشككوهم في دينهم كانت وضر الشيخ يتركوهم في بحل عميق من الشك والحيرة والضلال ولا يسمحوا لهم او لا يجعلوا من هؤلاء الاشخاص الناس لا يشبون الحقيقة وينقون عن الحقيقة بشكل فضيع جدا ويتمنى ان يخلق دينا خاصا به مكون من جميع الديانات حسب ما يتوافق مع رأيه وبالتالي طبعا ينحرف وزحب الى الضلالة اذا استطعت انا ان الخص الكلمات البسيطة بعض من الاشياء التي قد تحدث وتحدث كثيرا نعم بالنسبة للطلبة في بريطانيا انا تعلمت في بريطانيا بالنسبة للنصارى هنا القضايا التي تناقش طبعا قضايا التفليل قضايا التحريف القرآن قضايا تعجل السوجات لنبي صلى الله عليه وسلم قضايا ان الاسلام لم ينح المرأة حقها وهم يعرفوا كل المعرفة ونعرفون كل المعرفة ان الاسلام هو اول دين اعطى للمرأة حقها الصحيح من القضايا الاخرى التي بدأت حديثا يتخلمون عن ان القرآن بلق الشيخ بهذا الموضوع وهذا الموضوع ذاتي في عمان الشيخ الفاضيع جدا ان القرآن وضع من قبل اله هذا اله يشارع له باللغة العربية على انه مذكر نزل على لسان رجل في مجتمع ملءه رجال فسر من قبل رجال وبالتالي لا قرر ان يكون متحيزا للرجال وعصريا بالنسبة للنساء وبالتالي ترى ان كثير من النساء في هذا المجتمع للعسف بدأنا بالاستماع الى هذه النظرية وبدأنا بالتحقيق فيها وبدأنا في اتفاع عنها وقد تناقض الواحد نفسها تقول ولكن انا امن بالله اذا امنت بالله يجب ان تؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى والاسلام عقائديا يجب ان يوم به ككل ولا يمكن ان يوم بعض الكتاب ونطف البعض الاخر من الاشكال الاخرى التي يناقض بها انفسهم مسألة مثل ما تبكر الشيخ ناسوتية ولهوتية المسيح وفعل المسلمة فضل الشيخ من جميع النقاشات اللي معهم يصرحوا ان مسألة الناسوتية او اللاهوتية مسألة خصت بها المسيحية مسألة غامضة وهي متميزة المسيحية عند ميع الديانات وبالتالي هم ليس من المطلوبهم ان يفهموا هذا الغموض ولكن مطلوبهم ان يؤمنوا به وان يعيشوا في هذا الهوى السحيقة من هذا الغموض بدون رجوع او النقاش فيه وقد يعتبروا ان النقاش في هذا الموضوع كفرا لانه يطالح حقيقة اساسية في الديان عندهم النقطة التي دائما نس الشيء عاجزا لا تناقش معهم لأنهم يحسون بضعفهم في هذه النقطة مسألة صب المسيح المسيحية الان او النصرانية الان تعتكز على ركيزة واحدة فقط صلب المسيح وانه مخلص العالم وانه فد العالم بروحه وان الله عز وجل تعالى الله عما يخفون قد حل فيه واراد ان يغفل للعالم جميع ما حل بهم وان يغفل للعالم بغضب الله ان الله سبحانه وتعالى هم يقولون ان الله سبحانه وتعالى عندما اخطأ ادم واقل من ثورة المحرمة في ثورة غضب الله عليه اتخذ حكما قاسيا ولم يكن احسنه بالله سبحانه وتعالى ان يصدر مثل هذا الحكم الغاضب على ادم بطرده ونسجه من الجنة وبالتالي اراد الله عز وجل تعالى الله عنه ان يكفر عن ذنبه بالنسبة لابناء البشرية فخلق عيسى واحل نفسه في عيسى وذبح نفسه في عيسى وثم صرع بالصلب وبالتالي كفر عن جميع الاخطاء التي سببت اساسا من غضر الله اللامبارر الله سابقا طبعا الان اذا احنا استعنا ان ننقض اذا احنا استعنا ان ننقض اذا احنا استعنا ان ننقض ان الصلب لم يتم انقضت المسيحية برمتها لم يكن هناك مسيحية حالية خصوصا ان الان من الاخطاء نجة النصانية الحديثة انهم فصلوا ما يسمى بالدين اللي هو طريقة الحياة عن الدولة لاستحكم المجتمع عن الكنيسة اللي هو الجسم او البدن الذي يحاول ان يجمع ما بين الشيئين او ان يشرع في الديانات لا يؤمن بمشرع واحد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى الا انه هو الشارع الوحيد الديانات والمبادئ والشرائع في المسيحية بل يؤمنوا ان الله سبحانه وتعالى قد يحل في شخص وعن طريق روح القدس قد يوحي اليه ويشرع ما يشاهد من الطرائف في عام 1974 تقريبا انتشر عند الكنيسة احصائية الكنيسة خصوصا من كهس بريطانيا ان الغالبية العظمة من المتزوجين اسما يعيشون في بيوت بدون زواج شرائي وبالتالي حتى تحاول الكنيسة تقطب اعدادا كبيرة لحضور الكنيسة اصدرت الكنيسة بريطانيا قرارا بعدم الحاجة الى الزواج الشرائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر